السلام عليكم ورحمة الله انا حسين الرضايعي في هذا الدرس سوف نقوم بتسجيل الدخول يعني نكون نافذة في الاندرويد يتم من خلال تسجيل الدخول للنظام هذه بيانتك لدينا في جدول اليوزر يعمل تسجيل الدخول عن طريق اليوزرنام والباسورد يعني نحن نختار select id from اسم الجدول واليوزرنام يساوينا الشيء الفلاني والباسورد يساوينا الشيء الفلاني اذا نعود ونكون ميثود جديدة هذه الميثود يعني نشرح لك إياها اسمها لوجن هذه اللوجن ايش أيضا تأخذ هذه البرامترات كنوع javascript output او عفو json output تأخذ اليوزرنام والباسورد لللوجن شخص التسجيل الدخول تعمل java serialization تكون اليوزر id by default 0 حتى عندما تقرأ ايدي تعطيه رقم والمسيج لا يوجد اليانا secure reader اعمل secure connection اقول ايش اقول user id from users where اليوزرنام يساوينا هذا والباسورد يساوينا هذا امرر له اليوزرنام والباسورد كبرامتر اعمل connection انتهيت الان اقرأ ال readers اقول لما دام هناك قراءة ولا هو يقرأ لي مرة واحدة لكن احنا وضعنا ال y لكنه يقرأ مرة واحدة لان يوجد سجل واحد لا اكثر فان كان اليوزر ايدي صفر يعني لا يوجد اي اي ايدي لحد الان بمعنى انه username or password is incorrect ونغرق اتصال وننهي كل شيء ونعيد في النهاية ال user id ونعيد المسج ثم نطبعها ايش نطبعها كoutput json هذا بكل بساطة كيفية عمل المثل سوف اضعها لك الكود الخاص فيها في الاسفل الفيديو اذا هذا الكود الان عندما نعمله الران المفروض ايش المفروض نعمله نراه في المتصفح اذا نذهب المتصفح ونراه طبعا دعني يكتب لك اي اي المفروض داتا بيس فيها اي 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 كيوزار يقول لك لوجنس يعطيك امكاني الدخول لل اي اي اللي انه موجود في الداتا اما غير ال اي اي انظر يوزر نيم موجود اعطاك ال اي دي الخاص به الان اجد دخلت اي 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 شيء غير موجود مفروض يقول لي غير موجود يوزر نيم وال password incorrect اذا نذهب الى جهاز